ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تطور إلى شجار وحول أسباب الخلاف أوردت مصادر جريدة أشكين الإلكترونية أن العمال الذين كانوا منهمكين في جمع نفايات عيد الأضحى تفاجأوا بسائق دراجة نارية ومرافقه وهما يطالبان من سائق الشاحن المكلف بجمع النفايات فسح الطريق له بعد أن تعرض لسقطة من علامة الدراجة لمس سائق وتهمه في التسبب فيها ليتطور الأمر إلى شجار عماد على إتره سائق الدراجة إلى تهديد أحد العمال بسلاح أبيض ورجحت المصادر أن الجانحين قد كان في حالة سكر إذ كان يقودان الدراجة بطريقة غير طبيعية وقد أمطاروا العمال المكلفين بجمع النفايات بوابل من الشتائم كما قاموا برشقهما بالحجارة